السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم على اسباب بتاعه في التبريد في التلاجة ودي كل الاسباب علشان لو حد عنده مشكلة يعرف الاسباب وهنشرح عملي كل حاجة بالزبط في الفيديوهات التانية اول حاجة لو في نقص في غاز الفريون لازم نفحص غاز الفريون او نفحص الموسير بتاعتنا بنقطع الدايرة ونشوف فيه غاز ولا لا لو فيه غاز يبقى فيه كان فيه سدد ونعالجه ولو فيه لو ما فيش غاز يبقى فيه تسريب لازم نكتشف مكانه ونضغط الدايرة علشان نعرف الاختبار ويكون الاختبار على متين وخمسين آآ بار آآ العطل التاني آآ عطل في نظام التزويب لو تلاجة آآ نوفروست يبقى المشكلة السخان ما بيشتغلش وده ممكن يكون بسبب مروحة آآ وممكن برضو مروحة غير السخان وممكن يكون الطايمر فالفتحات بتسد من التلج فكده آآ مرضو مش هيبرد معانا او التبريد هيكون ضعيف بنفحص السخان عن طريق بنسة الانبير او مباشر آآ على كهرباء متين وعشرين والسيرمو فيوز بنفحص بالقوم والسيرمو ديسك بنفحص بالقوم طبعا السيرمو ديسك لما يكون عليه تلج آآ بيقرأ معانا الطايمر نفحص توصيلات الكهرباء لاطراف الطايمر والتشيك ببنسة الانبير من اهم عيوب الطايمر انه يكون بيركن على وضع معين يعني مسلا فاصل آآ وضع الفصل واقف او وضع التشغيل واقف فكده وضع الفصل واقف هيفصل معانا خالص وضع التشغيل واقف هيكون تلج كتير ومش هيشغل السخان تالت حاجة السيرمو استاد يكون عطلان فلو السيرمو استاد عطلان هيكون تلج معانا كتير برضو التلج هيوقف المروحة او هيسدي الفتحات وبعدين رابع حاجة تلف الاطار المطاطي آآ لو آآ جوان او الكويتش بتاع التلاجة آآ بيسرب هوا برضو هيكون تلج معانا كتير وهيدعف التبريد على انه هيسدي الفتحات ووقف المروحة آآ خمسة تلف المروحة ممكن يكون المروحة هي اللي بيزة نفسها او تلفة فدي محتاجة تصليح ونشوف الريشة بتاعتها برضو لو اتجاهها معاكس ستة تلف مروحة المكسف في بعض التلاجات بيكون في آآ مروحة تحت عند الشبكة لو وقف برضو هتسخن المطور وهتسخن الشبكة جدا فده هيدعف التبريد جامد آآ او التجمع آآ او ساخ عليها على المكسف طبعا مش بيمر عليها هوا هيعمل نفس المشكلة والمكسف اللي هي الشبكة تبقى الخارجية او اللي جنب المطور آآ تمانية تلف كباس بتاع التلاجة لو آآ برضو تالف آآ دوت لازم نختبره نشوفه ضغطه طعيف او آآ بيسحب انبير عادي او مش شغال خالص طبعا بنختبره وبنقيس الملفات بتاعته آآ وللتأكم من ضغط الكباس توصيل وصلة خدمة على خط الطرد وفحصه بالعداد وبنسة الانبيرة علشان نشوف الضغط ونشوف ملفات الكهرباء ودي كل الاسباب اللي بتضع في التبريد او بتسبب عدم التبريد وشكرا ما تنساش تشيرك في القناة وتدعمنا بلايك وولينا رأيك او تصوارك في التعليم